غير بعيد عن مقر دائرة العطاف لا زالت تنتصب أبنية جاهزة يقطنها العديد من الأساتذة منذ ثمانينيات القرن الماضي وسط ظروف معيشية تتسم بالمعاناة لا تختلف عن نظيرتها في السكنات القزديرية نعانو بهذه السكنات القزديرية يوم الثمانين ورأيه ثلاثة وربعين سنة فيها كل الأخطار تعمل أمراض الحشرة الحي التالى من المبنى مع هذه المؤسسة هدمت المؤسسات لكثرة المخاطر فيها ونحن يرى أننا ما زلنا نعاني من نفس المخاطر تروح لهم تروح لهم حتى لهم مرشوا أرض وبنوا به الداخل إلى المكان سيراهض التماس المباشر بين خيوط الكهرباء وأنابيب الغاز والمثبتة على ألواح تعتبر قابلة للإشتعال إضافة إلى انهيار العديد من الأسقف رغم المرسلات المتكررة للسلطات هو وصف أستاذ لوضعيته بعد سنوات من تربية الأجيار وقتعبير عن تجاهل المسؤولين لزيارة الحي والسماع لسكانه ما يجعله رفقة الآخرين هنا رهن ألواح مضى عليها أكثر من أربعين عام بجيوار مقرد دائره بجيوار مقرد دائره